سيدة مدالينة يعني بما تقدر المنظمة حجم الخسائر المتعلقة لسيما طبعا بطبيعة الحال بالمرأة وبالأطفال سواء في تركيا أو في سوريا أشكركم شكرا جزيلا ومساء الخير منذ أسبوع بعد وقوع الجزالين المدمرين أكثر من 1600 هزات ارتدادية في الشرق جنوب سوريا وتركيا الملايين من الأطفال يحتاجون إلى الدعم الإنساني فتأثير الزلزال على العائلات كان كارثي وأدى إلى جعل المئات والألاف في أوضاع مزرية والكثير من العائلات فقدت منازلها وهم الآن مشاردين وفي ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء فهذه الزلازل تسببت في الأضرار وساعة النطاق في المستشفيات والبنية التحتية المختلفة وهذا يجعلنا نقدم الدعم للنساء والأطفال والمجال الصحي والماء والغذاء قليل وسنواصل تزويد الدعم للمناطق المختلفة في سوريا ونعرف أن هذا يحدث في منتصف شهر الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة كثيرا وتقترب من التجمد وفي هذا الوقت من الكارثة تواجه سوريا بالفعل الظروف الصعبة وهناك اقتصاد في تضهور رأوة كذلك تفشي لمرض الكوليرا الذي كان يعني يرى البعض أن الأسوأ ربما لم يأتي بعد وأن مشكلات كبيرة تنتظرنا في المستقبل لسيمة فيما تعلق بالرعاية الطبية أو بالمياه النظيفة والمأوى فإلى أي مدى يمكن أن تقوم يونسيف بتقديم يد العون في هذا المجال ولسيما أن هناك مشكلات سياسية ربما تعرقل وما زالت تعرقل جهود الإغاثة والمساعدة يونسيف يوفر ويعمل على مدار الساعة لتوفير المساعدات المنقدة للأرواح للأشخاص المتأثرين بالزلزال بينما نواصل لتقديم المساعدة نقوم بالتقييم ولم نتوقف أبدا عن توفير المساعدة ففرق اليونسيف على الأرض تعمل مع الشركاء لتوزيع الإمدادات الحيوية مثل الإمدادات الخصابية وتوفير الدفء وكذلك المياه والمجال الصحي وكذلك نساعد الأطفال لتعافي من الحدث الصدم الذي شهدوه فالحياة تصبح أكثر صعوبة ولذلك علينا أن نواصل توفير المساعدة للأطفال وعلى الرغم من هذه الجهود المجتمع لا يزال يحتاج إلى المزيد من المساعدة فقد لحقت أضرار بالبنية التحتية وخاصة في هذا الجو البارد ينبغي أن نقدم المزيد من المساعدات الضرورية نعم يعني ينتقد البعض دور المنظمات الدولية في هذه الأزمة فبينما يقول أنها هرعت إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى تركيا تقاعست في الحالة السورية فكيف تنظرين إلى هذا الرأي؟ فرقنا تعمل على مدار الساعة مع الشركاء على الأرض ولا ينبغي أن ننسى أن فرقنا وشركاءنا تأثر أنفسهم فالوضع الإنساني ينبغي أن يتغلب على أي معتقدات أخرى وهدفنا هو الوصول إلى كل الأطفال المتأثرين أينما كانوا ونحن ندعو إلى المساعدة الإنسانية المرنة لدعم الاحتياجات المباشرة للأطفال والمجتمعات التي تأثرت بهذا الزلزال فالوقت يدهمنا ونحن نعمل على مدار الساعة ومستوى الأضرار كذلك تزداد لذلك نحتاج إلى التمويل المرن لكي نتمكن من الوصول إلى المجتمعات المتأثرة ماذا تقصدين بالتمويل المرن؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتلقوا مساعدات من الراغبين في المساعدة؟ نحن نتلقى التمويل ونعذب كذلك مكان موجود والإمدادات التي كانت مقدمة من قبل وإحتجنا إلى توزيع كل مكان موجود ولكن نحن ندعو كذلك المجتمع الدولي لمواصلة تزويدنا بالتمويل لسماح باستجابة الفورية وإنقاذ الأرواح وكذلك هذا جزء من الاستجابة الأولية والتي تكون لها أهمية كبيرة شكرا جزيلا لك تضحت الصورة شكرا جزيلا لك